السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يارب تكونوا بقى الفخير وصحة وسلامة وارب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتجملون النهاردة احنا جايين نتكلم عن زيادة انتاج البيض عن طريق نبات ساحر وله فوائد كثيرة النبات ده طبعا له استغلالات بشرية لكن انا جاي اكلمك عن فوائد بالنسبة للطيور بتاعتنا فوائد كبيرة جدا لزيادة انتاج البيض لانه بيحتوي على نسبة او نسب متوازنة من العناصر الغذائية المهمة جدا مهمة جدا بيدي طاقة طاقة ما تضرش وبيدي كمان لو انت عايز تزود بيه انتاج سواء انتاج بيض او لحمة ممكن تستغله على حسب بقى الطريقة اللي بتقدم بيها والكميات المهم انه هو له فوائد كثيرة جدا وعنده قيمة غذائية عالية لانه بيحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المتنوعة والمتوازنة نتكلم عن هذا النبات بالتفصيل لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول والله بينا ندخل في الموضوع على طول هذا النبات بمنتهى البساطة تأثيراته الايجابية على جسم الطائر تأثيرات كبيرة لانه اولا واخيرا قيمته الغذائية لو بسيت هتلاقي ان هو يعني بيحتوي على فيتامين اي مثلا تمام بيحتوي برضو على النياسين بيحتوي على دهون جيدة وبيحتوي على نسبة عالية جدا من البروتين واخد بالك من موضوع البروتين ده بيحتوي على نسبة عالية من البروتين ودي نقطة مهمة هنتكلم عنها بالتفصيل كذلك برضو بيحتوي على حمض الفليك وبيحتوي برضو على ايه على حمض البنتوثنيك تمام وبيحتوي على فيتامينات ومعادن اخرى ومتنوعة وكثيرة طب فوائد كل حاجة من دول وايه خصائصه الغذائية يعني ممكن تلاقي ان النبات ده البذور بتاعته صغيرة في الحجم لكنها بتحمل الكثير من الفوائد الصحية المختلفة مصدر كبير للعديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية ربع كوباية بس منه ربع كوباية من الخام بتاعه بتحتوي على 224 سعر حراري وسعر حراري من اللي هو مايزودش دهون في جسم الطائر وانما يعطي فوائد كبيرة فيه فوائد كبيرة لهذا النبات او هذه البذرة بيحتوي بشكل كبير على فيتامين اي وده مصدر جيد جدا لي يعني لعلاج مشاكل كتيرة والوقاية من مشاكل كتيرة لانه بيعمل كمضاد للأكسادة تمام بيساعد على حماية الخلايا من الاضرار الناجمة عن الجذور الحرة وبالتالي بيقلل نسبة الاصابة بامراض القلب وبعض انواع السرطانات اللي ممكن تصيب الطائر تمام برضو بيعمل على الحفاظ على صحة عيون الطائر ويحميها من الالتهابات والتورم والتقرح والجدري وكل الكلام ده كذلك برضو بيحتوي على السلينيوم السلينيوم هو معدن بيعمل مع فيتامين اي كمضاد للأكسادة للمساعدة على حماية الخلايا من التلف تمام خد بالك برضو من حاجة مهمة جدا ان الاشرة بتاعة هذا النبات بتحتوي على ما يقرب من 24% من الكمية الموصة بها من السلينيوم للرجال و31% للنساء ده بالنسبة للانسان بالنسبة للطائر بنسبة 24% للذيوك الذكور اللي هما الديوك و31% للنساء اللي هما مين اللي هما النتيق فيه عند الطيور تمام خد بالك برضو انه هو بيحتوي على نياسين النياسين ده تمام اللي هو فيتامين به تلاتة بيساعد بشكل كبير على اصلاح الحمض النووي عند الديك او عند الفكورة عموما بشكل عام اللي احنا بنربيها وبيزود نسبة حر الدهون يعني بيقلل الدهون المتراكمة في جسم الطائر كل كلامنا ده على ايه كل كلامنا ده على بذور عباد الشمس او دوار الشمس تمام بيحتوي بقى على اهم حاجة بيحتوي على دهون صحية وبروتين صحي جدا تمام البذور دي بتحتوي على دهون احادية غير مشبعة اللي بتسمى الدهون الجيدة لانها بتساعد على زيادة نسبة النوع الجيد من الكوليسترول في جسم الطائر وبتخفض نسبة الكوليسترول الدار في جسد الطائر تمام 90% من الدهون الموجودة في بذور دوار الشمس هي دهون صحية غير مشبعة بتحتوي برضو على بروتين بيساعد في بناء العضلات بتاعة الطائر بناء الانسجة وبيحافظ على جسم الطائر وبيزود انتاج البيض بشكل كبير جدا وواضح مصدر غني جدا 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 بالبروتين وهنا ممكن نقف شوية وشويتين البروتين المتواجد في بذور دوار الشمس هو بروتين نباتي وهذا البروتين النباتي بمنتهى البساطة من اقوى انواع البروتين اللي ممكن تستغلها لزيادة انتاج البيض يعني دلوقتي حضرتك عايز تزود انتاج البيض عند الطيور بتاعتك وفي القطيع بتاعتك تمام انت بتبحث دائما عن البروتين وبتجيب العلف اللي هو نسبة البروتين فيه نسبة عالية صح؟ علشان خاطر البروتين ده بيكون جزء كبير ونسبة كبيرة من البيضة وكل ما زاد البروتين فيه الاكل بتاع الطائر كل ما زادت احتمالية ان الانتاج يكون اعلى واقوى ومتكرر ومكثف كذلك برضو حجم البيضة هيكون افضل وهكذا وهكذا يعني تفاصيل كتيرة انت بتتكلم عنه هنا تخص ايه؟ تخص هذه البذور وهي بذور دوار الشمس تمام؟ فالبروتين المتواجد فيه هذه البذرة او هذا النبات بروتين مفيد جدا وبيزود انتاج البيض بشكل واضح كذلك برضو بيحتوي على حمض الفوليك حمض الفوليك ده اللي هو فيتامين به اللي بيتواجد بشكل طبيعي في الغذاء بشكل عام تمام؟ متواجد فيه الغذاء ده بيحفظ على خصوبة الديوك لانه بيحفظ على الحمض النووي وبيمنع سرطانات والتهابات كتيرة ممكن تصيب الطيور خد بالك وبيحسن من جودة الدم المتدفق في جسد الطائر تمام؟ خد بالك من حاجة مهمة جدا انه هو بيحتوي على بعض الاحماض التانية اللي بتحول الدهون والكربوهايدريت والبروتينات الى طاقة بتحرق الكلام ده كله يعني من الاخر تمام؟ فمهم جدا ان احنا نستخدم هذه البذور تمام؟ بالطريقة اللي هقولك عليها خد بالك برضو نواب يحتوي على نسبة كبيرة من حمض اسمه البانتو ثنيك البانتو ثنيك ده من الحمض المهمة جدا 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 للحفاظ على الانتاجية في جسد الطائر انتاجية البيض وانتاجية اللحم مش الدهون خد بالك ومليان بالفيتامينات والمعادن التانية اللي بتساعد بشكل كبير في زيادة الانتاج زي النحاس الزنك الحديد تمام؟ وكل ده بيخلي جسد الطائر في صحة كبيرة لهضم وامتصاص الطعام بشكل كبير لكن خد بالك ان انت ما ينفعش ان انت تزود من كمية هذا النبات لانه له يعني تأثيرات سلبية تأثيرات سلبية لو انت استخدمته بكميات كبيرة كل اللي على حضرتك انك تستخدمه بكميات معقولة يعني تتعامل معاه بالنسبة للطيور على انه مكمل غذائي وليس اكلة للشبعة خد بالك مكمل غذائي وليس اكلة للشبعة طبعا احنا بنتكلم عن البذرة كلها البذرة كلها بالقشر بتاعها ممكن تطحنها وتقدمها للطيور تقدر تقول من 5 ل 10 جرام للطيور مثلا تمام تخلطهم بالعلى في ابواء الاكل وتقدمها بالقشر بتاعتها من غير ما تقشرها ده كان الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو اشترك في القناة تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والبأول ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر